موسيقى احتل الفرنسيون الجزائرة وحكموا أهلها بقصوة ونهب خيراتها ولكن الشعب الجزائلية لم يستسلم فقاوم الغزاة وحاربهم وكان الأمير عبد القادري أحد أفراد هذا الشعب نشأ في طاعة الله وحب الوطن وكان يتحلى بأخلاق الشجاعة والكرم وحب الخير للناس أبوه هو الأمير محيد دين القائد البارع قارع المحتل الفرنسي سنين طويلة ولما نال منه الكبر وأحس بالوهن سلم مشعل القيادة لابنه عبد القادر قاد الأمير الثورة ضد الفرنسيين سبعة عشر عاما خاض فيها أشد المعارك مع الغزاة وكان ينتصر في كل مرة غير أن الفرنسيين أساروه وأخذوه إلى فرنسا فطلب منهم الأمير أن يذهب إلى دمشق فاستقبله أهلها بالترحاب وعاش بينهم عزيزا كريما إلى أن مات حزينا مشتاقا لوطنه السؤال الأول حول فهم النص إذن بما كان يتحل الأمير عبد القادر طبعا الجواب رأى في النص نعود إلى النص أطفال الأعزاء إذن كان الأمير عبد القادر يتحل بأخلاق الشجاعة والكرم وحب الخير للناس إذن ثانيا في رأيك لماذا فضل الأمير عبد القادر الذهاب إلى دمشق ولم يبقى في فرنسا طبعا فضل الأمير عبد القادر الذهاب إلى دمشق لأنه يكره العيشة في فرنسا بلاد المستعمر الذي نهب خيرات بلاده وظلم أهلها إذن ثالثا استخرج من السند مرادف كلمة كبرى وكلمة يتصف ووظفها في جملة مفيدة إذن نعود إلى النص أطفال الأعزاء إذن هنا عدنا نشأ في طاعة الله وهب الوطن إذن نشأ يعني كبرى في طاعة الله إذن كبرى يعني نشأ ثم عدنا كان يتحلى بأخلاق أشجع إذن يتحلى يعني كان يتصف إذن يتصف هي يتحلى الآن راح نكتب جملتين بهذه الكلمتين يعني كبرى ويتصف يعني الكلمات الموجودة في السؤال مشي الكلمات الموجودة في النص يعني نشأ ويتحلى وإنما كما قلت المكتوبة في سؤال إذن أول كلمة كبرى راح نقول كبرى صديقي في وسط قروي يعني نشأ صديقي في وسط قروي نواصل كلمة يتصف إذن نقول يتصف المجاهدون بالصبر والشجاعة يعني يتحلى المجاهدون بالصبر إذن نواصل حول اللغة أولا اعرب ما تحته خط طبعا عدنا الجزائرة عدنا الأميرة وعدنا الغزاتي إذن نعود إلى النص نقرأ احتل الفرنسيون الجزائرة إذن ماذا احتل الفرنسيون طبعا احتل الجزائرة إذن هنا يا الجزائرة طبعا هي مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الآن نقرأ وكان الأمير إذن نعرب كلمة الأمير لحظوا اش كاين مرها كاين كلمة كان كان طبعا هي فعل ماضي ناقص أقوم درست كان وأخوتها وهما سنكتبهم لكم كان صار ليس أصبح أثحى ظل أمس وبات إذن كلها من أخوات كان ماذا تفعل إذن تدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى طبعا خبرها إذن نقول الأمير اسم كان مرفوع وعلمة رفعه الظم الظاهرة على آخره إذن نقرأ الكلمة الموالية مع الغزاتي أشد المعارك مع الغزاتي إذن أطفالي هنا كلمة أو حرف مع في الحقيقة هو ليس حرفا وإنما يمكن أن نعربه بظرف زمان أو ظرف مكان أو حال فقط لاحظوا أطفالي حروف الجر ما هي طبعا الحروف الجر اللي قلتها هي من إلى عن على في الكاف واللام وباء الباء إذن هذه كلها حروف الجر أطفالي لو حاولنا أن نضع التنوين يعني فتحتين في حروف الجر هل نستطيع أن نقول من نستطيع أن نقول إلا أو عن أو عل أو فن إذن أكيد لا نستطيع لكن مع لاحظوا مع يمكننا أن نضع لها التنوين يعني معا إذن مع هنا ليس حرفا لأن الكلمة هي التي نستطيع أن نضع لها التنوين إذن مع هنا رهي كلمة وليست حرف وهي تعرب إما ضرف زمان إذا كانت يعني الكلمة التي تأتي بعدها تعبر عن زمان مثلا خرجت مع الفجر والفجر هنا تعبر لنا عن زمان إذن معا نقول أنها ضرف زمان أيضا يمكن أن تعرب ضرف مكان مثلا خرجت مع خالد خرجت معه إلى مكان ما إذن هنا معا نعربها ضرف مكان أما الأسماء أو الإسم الذي يأتي بعد معا مع الضرفية طبعا ضرف مكان أو ضرف زمان فنقول عنه مضافا إليه مجرور إذن معا أكرر معا نعربها إما ضرف زمان منصوب أو ضرف مكان منصوب أو حال جئنا معا إذن معا هنا تعرب حال طبعا منصوب بالفتحة الظاهرة على آخر وبالتالي نقول أن معا ليس حرف جر وكل الكلمات التي تأتي بعدها تعرب بمضاف إليه مع الغزاتي إذن هنا الغزاتي مضاف إليه مجرور وعلمة جره الكسرة الظاهرة على آخره نواصل ثانيا صرف فعليا تصر مع ضمائر المتكلم في المضارع طبعا ضمائر المتكلم كان اتنان فقط يعني في المفرد أنا وفي الجمعة نحن إذن نصرفها أنا أنتصر ونحن ننتصر في المضارع إذن أنا أنتصر نحن ننتصر نواصل ثالثا علل كتابة التائي في كلمة خيرات وعلل كتابة الهمزة على النبرة وسط كلمة الجزائر نعم إذن كتبت التاء المفتوحة في آخر كلمة خيرات لأنها جمع مؤنث سالم الجمع المؤنث سالم تاءه مفتوحة أما الهمزة التي كتبت على النبرة وسط كلمة الجزائر فقط لأنها جاءت مكسورة الجزائي عندما تكون الهمزة مكسورة فتكتب على النبرة طبعا المكسورة وسط الكلمة ونصل إلى الوضعية الإدماجية إذن أنجبت الجزائر شجعانا ما زالت تاريخ يروي بطولاتهم واليوم تعرفت على البطل الأمير عبد القادر معتمدا على السند السابق أكتب فقرة لا تقل عن ثمانية أو ستة أسطر تتحدث فيها عن الأمير عبد القادر ومقاومته للاحتلال الفرنسي مستعملا الصفاء ومسطرا طبعا تحتها الأمير عبد القادر بطل من أبطال الجزائر الغضماء وكان أيضا عالما مشهورا وشاعرا ولدا عام 1808 قرب مدينة مع سكر لما احتل الفرنسيون الجزائر عام 1830 قاد محيد دين والد عبد القادر المقاومة ضد المحتل وشارك ابنه معه في معارك كثيرة فأظهر شجاعة نادرة في القتال وبراعة في تنظيم الجيش والتخطيط للمعارك لهذا اختاره الشعب الجزائري أميرا وقائدا منذ ذلك الوقت أصبح يعرف بالأمير عبد القادر حارب الأمير عبد القادر الفرنسيين 18 سنة وأقام طيلة مدة الحرب دولة مستقلة بالجزائر لا يزال ذكرها راسخا إلى اليوم في نفوس الجزائريين والعرب على سواء كان الأمير عبد القادر رمزا للمقاومة الجزائرية ضد الاستعمار والاذتهاد لقد عرف أيضا بالحكمة والشجاعة والتسامع فقد منع سوء معاملة الأسرى وقتل الجنود الأعداء العزل حتى أن فرنسا لم تستطع مقاومته وإقافه وفي سنة 1847 انتهى القتال بموجب معاهدة ثنائية رسمية ولكن الفرنسيين زعموا أن الأمير قد استسلم فاختنموا الفرصة ونقلوه إلى سجن فرنسا ثم أطلق صراحه فنقل إلى تركيا وبعدها نفيا إلى سوريا وقام هناك بالتدريس عاش هناك في منفاه إلى أن وافه الأجل بدمشق سنة 1883 عن عمر يناهز 76 عاما وبعد الاستقلال نقل جثمانه إلى الجزائر عام 1965 ودفن في مقبرة العالية أتمنى لكم التوفيق أطفال الأعزاء دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته